هذا وقد حرصت قوة دفاع البحرين في ظل التوجهات السامية لجلالة الملك المفدى القيام بدورها الوطني في الدفاع عن حدود الوطن وحمايته والمحافظة على أمن وسيادته ضد أي تهديد خارجي أثبتت أنها الدرع المنيع لجميع المكتسبات الوطنية ومنجزاتنا الحضارية مستذكرين هنا شهداء الواجب ممن ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل الحفاظ على أمن البحرين وستظل تضحياتهم محفورة في ذاكرة الوطن فهم مصدر إلهامنا وفخرنا ونسأل الله أن يديم على البحرين الغالية نعمه الكثيرة من أمن وأمان ورفعة ورقاء بفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه منذ أن كان وليا للعهد مؤسسها وبانيها وراعي نهضتها تبوعت قوة دفاع البحرين مكانة متميزة وأخذت مكانها في مصاف المؤسسات العسكرية المتطورة كما شكلت السياج الوطني المنيع لحماية مكتسبات الدولة وتحقيق رسالتها ودورها في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله وضع الأبنات الأولى لقوة الدفاع البحرين وأشرف على وضع الخطط لانخراط أبناء الوطن في السلك العسكري فمع تطور الزمن تطورت قوة دفاع البحرين ونمت قدراتها وأمكانياتها إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية وسجلت التقدم والنجاح في مسيرة البناء والعطاء هذه الأشواط التي قطعتها قوة دفاع البحرين كانت خير دليلا على ما تملكه فهذه القوة ساندت قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على النظام والسيادة القانون ومساندة أجهزة المملكة كما أنها أرست الحماية الكاملة لجميع المكتسبات الوطنية ومنجزاتها الحضارية وجميع المخاطر التي تستوجب اليقظة والاستعداد التام لها فرجالنا البواسل أثبتوا عزمهم وحزمهم في جميع الظروف والأوقات بكل تفان وإخلاص ولم تقتصر مهمة قوة دفاع البحرين في حماية الوطن وحسب بل نفذت المهام الموكلة إليها وتعاونت مع الأشقاء والأصدقاء لحماية المنطقة من الأعداء والطامعين وكانت بمثابة رأس حربة في العديد من المعارك بل وامتدت أدوار قوة الدفاع إلى تأمين وصول المساعدات والاحتياجات إلى الدول الشقيقة والصديقة التي هي بحاجة إليها وتميزت أيضا من خلال مشاركتها في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة بما يحفظ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي وقدمت قوة دفاع البحرين من خلال مشاركتها في الكثير من المهام ذات الطابع الإنساني والعسكري شهداء من أبنائها المخلصين لتثبت أنها لم ولن تبخل أبدا في تقديم التضحيات في سبيل الحفاظ على مبدئها والقيم العربية الأصيلة الذين سطروا بأرواحهم أروع القصص الخالدة التي ستظل مبعث فخر للجميع هذه المنظومة الدفاعية تتعدى الحصر لتسجل حاضرا ومستقبلا مشرقا فتحقيق النمو في مختلف الوحدات العسكرية كانت حاضرة فبعزمة جنودنا البواسل استطاعت أن تكون أحد أركان دعم حائط الصد العربي والدولي ولم تتوانى من الإيفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية عبر المشاركات الفاعلة في مختلف دول العالم متى ما أستدعت الحاجة إلى ذلك من منطلق التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لحفظ الأمن والسلم الدوليين طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين